بداية الرئيس السيسي يفتتح اليوم الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمجة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر بذوي الإعاقة كيف تنظرون إليه بداية بسم الله الرحمن الرحيم يعني ملتقة النهاردة ده بيجي تلبية مبادرة سيد رئيس بالعام 2018 عن إشخاص ذوي الإعاقة نعم زاد تربية التعليم تنظيمها لهذا الملتقة أعتقد بتنق الدوء على جزء كبير جدا من أولادنا وأنطتهم وقدراتهم وكمان بتأمل تربيت ما بين اللي بيحصل في مصر في نظام التعليم الخاص وتعليم التامج وتبادل خباراتنا عاملنا واشقائنا في الدول العربية وبتيح فرص للولاد كمان أنها تجرس قدراتها وتتعرف على يعني زوائلهم من دول تاني ودي حاجة كميزة واجتماعية كميزة أنا بصراحة في هذا الوقت بحب تسمي كل أشخاص ذوي الإعاقة أود بشكرة تقبيل السيد رئيس لأنه وسط مش عمله كتير ولسه في سيادته راجع من يومين من الأم المتحدة لكن حرصه أن يكون موجود مع أولاده ده أكبر دليل الاهتمام بهذه السؤال وده حاجة احنا نشكروع عليها جدا وإن شاء الله نعيده أن أولادنا دول حيكون نموذج بيشارك في ترمية المجتمع الكثير من الدول العربية تشارك في هذا المؤتمر حدثني عن القيمة المضافة من ذلك أسألك عن المشاركات أو المشاركة العربية في هكذا مؤتمرات في مصر ما هي القيمة المضافة؟ أولا تبادل الخبرات ده شيء مهم جدا ثاني حاجة لما تحصل أحداث زي دي تلقى الضوء على القضية إعلاميا وده بيساهم في توعيد المجتمع ثانية حاجة الاستفادة العلمية الاستفادة للخبرات لأننا نحن النهاردة بنامو يتبادل خبراتنا وهو بيدرسات الانتقاط توصيق الإعلاقات بيننا وبين دول العربية ده مطلوب ومهم في كل المجالات ومنهم مجالات المرتفطة بالأقل أعتقد اللقاءات زي دي تحقق أهداف في عدة اتجاهات شكرا جزيلا الدكتور أشرف مرعي